في البداية حابين نعرف من حضيك بقى ونتعرف أكتر يعني فيه أمهات بتلجأ فعلا لضرب الأولاد وبرضو فيه عدم الضرب أو التربية الإيجابية بشكل فيه عدم حزم وعدم كمان بدلع شديد ده بيخلي الأولاد برضو زي ما نقول كده مش هنقول مش بترابين بس طبعا تعاملهم في المجتمع بيكون غلط لكن فيه فرق بأن أنا أعنف علشان بضرب بشكل كبير فليه تأثير سربي عليهم بشكل أكبر مبدئيا ما فيش ضرب مبدئيا بداية الأول الضرب يعني بلغي شخصيته قدامي الضرب بعلمه الإهانة الضرب بعلمه أن ده أسلوب للتعامل مع الآخر الضرب معناه أنا مش سمعك أنا مش شايفاك الضرب معناه معناه إجبار الضرب معناه خنقه أن أنا أقول لنفسي وأخاف أن أنا أقول لنفسي معناه أن أنا فيشل كأب أو كأمي مش عافة تواصل أنا كلمة على الطفل الضرب أنا لما أضرب يبقى أنا فقدت السيطرة على مشاعري قدام ابني فقدت لغة الحوار مع ابني كسرت حتة أنه يلجأ لي في أي مشكلة فأنا حاولت نفسي من أب أم إلى هولاكو هولاكو جيه فيه وناس كاتبين على التليفونات هولاكو بيتصل أسأل مين هولاكو يطعب الأم وهي حقيقة للأسف موجودة خلاص دي حقيقة طب إنتا ليه وصلت لنفسك أو وصلت لنفسك أن ابنك يسميك هذا المسمع التليفون بس فيه ناس كتابة تقولك طب ما احنا الدراب نوحنا صغيرين وزي الفل ما عندناش ترومة ونفسيتنا زي الفل مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ مقولين عندنا ترومة مقولين عندنا ترومة بسهلا مش بخلين بالنا منها لسه لم تختبر الترومة ديت بموقف معين فأنا عايز أتكلم مع ابني وعايز أتكلم مع بنتي واحد لازم أديله أن أنت مش عشان طفل صغير وأنا أكبر منك فأنا متسلط عليك فأنت خاضع لأوامل لا 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 خالص أنا بحترمك وانت واحد لواحد تعال كده قعد حكيلي حصل إيه؟ في الأول لو أنا كان عندي رد فعل عنيف بسريح أنت فاشل أنت غبي أنت ما بتفهمش هو متوقع من الطفل أنه هو يعمل إيه بعد كده؟ هاي يقولك إيه؟ ولا حاج أو هيجدب يبقى أنا زرعت فيه إيه؟ يا إما أخبي يا إما أجدب يا إما هحور عليها أي حوارات عشان هي الصوت العالي مش عايز أسمعه طب نعمل إيه؟ أنا عاملة مع أولادي عقد بنود العقد لا لازم نتورهن كل اللاعب لا ومضيهن كل واحد بقول لي لا استني الإمضة دي شكلها مختلف الإمضة دي مش عارفة إيه عشاني إمضة البنك آه ويقولي لي هنحطي فرمة بانك قلتون أنت عندك فرمة بانك فقال لي لا لسه بطب أعملها من دلوقتي يعني يبدو أنا بقول له إيه بالكلمة دي يعني أنا زي زيك ملزمين ملزمين بالالتزام بهذه البنوت والإخلال بالبند ليه عواقب هي نتيجة بقى العواقب مش هسرح مش هزعق ولو زعقت بساعة الإنسان أحيانا بتفلت مننا زمام الأمور لو زعقت هروح أعتذر لو زعقت أعتذر أنا أتك أم؟ يس غلط أنا غلطان أن أعليت صوتي عليك مش من حق أن أعلي صوتي مش من حق أن أنا أوصل لك المعلومة بصوت عالي ده ما يخليش طفل حس إن فيه مساوامة بيننا؟ فيه حب وفيه احترام ومساوامة بيننا إن هو ما يعليش صوته علي ما أنا لما هعلي صوتي هيعلي صوته قده صح لما يكبر شوية ويشد نفسه كده ما أنت بتزعقي أنت ليه ديتي نفسك حرية تنجيل تتعلي صوتك علي وده جيل إحنا منتكلم مع جيل منفتح على العالم كله وحقي وحقك موسيقى موسيقى